استقبلت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور راشا راغب رئيس البرصة المصرية محمد فريد في زيارة لمتدرب برنامج البورصة المصرية في أول أيام برنامجهم التدريبي الذي يتدرب خلاله 32 متدربا على عدة محاور تدريبية منها إدارة الأزمات والكوارث ومهارات التخطيط والإدارة الاستراتيجية وعدد من محاور الأخرى ووثيقة الصلة برطاق عملهم وقد أشد دكتور محمد فريد بالدور الذي تقدمه الأكاديمية في تدريب وصقل مهارات الكوادر المختلفة في الدولة في مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية وحرصه الشديد على تدريب العاملين بالبرصة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإدارية بين العاملين بها